السلام عليكم طلبة الطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الاعدادي نكمل مع بعض حلوا شرح كتاب جنب الوحدة 12 واللي بتبدأ معي به الدرس الأول والثاني السؤال الأول بقول هنا Her teachers say she was a slow not because she can't hear really طبعا هنا بيقول لك أن المدرس بيقول لها متعلمة بطيئة بسبب طبعا أنه ما بتسمع شيء كويس يبقى هنا كلمة learner السؤال الأول بقول هنا He is good at not He likes English ومحب الأغلة الإنجليزية والفرنسية والألمانية طبعا هو جايد فيه يا شباب جايد فيه اللغات كلمة لغات عندي وهي language السؤال الأول بقول لي This area of the country is not desert المنطقة دي من الدولة بتكون معظمها صحرائية كلمة كمصلي السؤال الأول Could you give me the law to your house خلي بالك هنا بيقول لك بقى تقدر تديني الاتجاهات للبيت طبعا الاتجاهات اسمع diubrictions السؤال الأول بيقول هنا Our teacher asked us to know that story in that three page خلي بالك المدرس طلب مننا أننا نلخص كلمة يلخص اللي هي summarize السؤال اللي بعد كده بيقول هنا There are more important problems we need to not طبعا شباب عندنا بعض المشكلات نحتاج أننا نناقشها كلمة يناقش اللي هي طبعا كلمة discuss السؤال اللي بعد هو مايا is clever هي طبعا شطرة she not the answer easily طبعا بتجاوب بسهولة أو بتحل الإجابات بسهولة طبعا تجاوب أو تحل الإجابات اسمها works out you better work out اللي بعد هو بيقول هنا we should work hard to not our dreams طبعا احنا بنذاكر بجد علشان نحقق أحلمنا كلمة يحقق اللي هي كلمة achieve السؤال اللي بعد هو راندا is not because she failed her driving طبعا هي هي بتكون ايها علشان خاطر هي رسبت أو سقطت في امتحان القيادة يبقى هنا طبعا هي disappointed disappointed اللي هي محبط السؤال اللي بعد هو when students finish لما الطلاب بيمهوا الدراسة they go to that طبعا بعد مدراسة يا شباب نروحها اسمها الجامعة كلمة جامعة اللي هي طبعا كلمة university السؤال اللي بعد هو اللي هنا for me بالنسبة لي يعني the best way to remember english grammar is to not a song about يعني أفضل طريقة تعلم القواعد اللغة الإنجليزية هي أن انا أقلفها في أغانيين اسمها make up a song السؤال بعد هو I didn't know what job I would like to do طبعا عايز يقول لك أنا ما قررتش لم أقرر هنا كلمة تقرر إليها decide يبقى يقول لي I didn't decide السؤال بعد هو to be good at english you should not eat more طبعا اش تبقى جيد في الإنجليزي يجب حليك انك تمارس ده أكتر يمارس اللي هي طبعا كلمة practice أو تتضرب عليه السؤال بعد هو if you don't know a word look it up in anode طب لو انت مش عارف كلمة معينة ممكن تبص في القاموس أو تبحث عنها في القاموس اللي هو معناه dictionary السؤال بعد هو I am not to be a son for such as greed خلي بالك هنا بيقول لك يعني أنا فخور لكوني فخور لكوني يا شباب اسمها proud to be فخور لكوني ابن الأب العظيم يبقى كلمة proud to be صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا جزء الأسئلة الخاصة في القواعد السؤال الأول عندي بيقول باهر not computer games when his father came into zero خلي بالك في هنا حدثين قطعوا بعض في الماضي وعند كلمة when وان الشباب لما بيجي وراها ماضي وسيط يبقى جملة اللي أبلها على طول الماضي مستمر حدث قطعوا حدث في الماضي طيب باهر هنا ده مفرد يبقى معه was في الماضي وفعلا مضفه ing لنقول له باهر was playing السؤال اللي بعد هو بيقول هنا when I was a child we not was my grandparents هنا بيقول لك يعني لما أنا كنت طفل طبعا عايزو أقول لك احنا عشنا مع الأجداد يبقى فعلا في الماضي اخره E.T يبقى هنا لابد سؤال اللي بعد هو if you want mango بعد كلمة يقول لي go to the market اذهب إلى الماركت زي not really good fruit there طبعا ده تكلم في حدث في المضارع بسيط يبقى هنا زي اوسع الفعل على طول او بمضارع بسيط اوسع الفعل الفعل شباب هنا جمع يبقى الفعل يجي فين في المصدر مصدر الفعل هو السلم يبقى يعني سؤال اللي بعده I cut my finger while I want dinner ready بيقول لك يعني انا جرحت صبي while I عندما انا طبعا كنت بجهز العشاء اسمها was getting ماضي مستمر while بجورها ماضي مستمر وابلها ماضي بسيط يبقى أنا was والفعل مضاف له ing السؤال اللي بعد بولي therefore not could you answer it طبعا بيطلب منه طالب دلوقتي يبقى التلفون بيرن دلوقتي يبقى ده اسمه مضارع مستمر مضارع مستمر يبقى is والفعل مضاف له ing فعنا تبقى is running السؤال اللي بعده yesterday the meeting not at 10 o'clock طبعا yesterday خلاص كده جملة في كلها في الماضي الماضي هدور على الفعل في الماضي هذا فعل الشهاز فالماضي شباب فيه اللي هو كلمة بيجاء السؤال اللي بعد كده بيقول look at these clouds it not in a minute طبعا هنا فيه دليل معين ان فيه سحب موجودة في السماء طبعا ما فيه دليل عندي بستخدم going to طيب it مفرد بجمع is going to والفعل فيه المصدر يبقى is going to rain هي سوف وطمتر اللي بعده I know at tennis every Sunday morning طبعا هنا شباب بردو بتكلم فيه صيغة المضارع البسيط I هنا جمع طالما جمع اختار مع الفعل في المصدر ب I play اللي بعد كده بيقولي we not America next month طيب ده مستقبل انزل عندي هنا هلقي لكن going to visit طبعا دي ما تنفعش لان دي نقصة am هنا كان مفروض يقولي am going to طيب الصحة ايه ممكن عبر عن المستبل بالمضارع المستمر موجود عندي اللي هو are visiting لما يكون مجهز ومستعدين السؤال اللي بعد كده وهو سؤال سؤال اول عندي هنا بيقولي when I opened my eyes لما بتحت عيني I not a strange sight يعني شفت منظر غريب هللي بينك بقى جملة الاولى في الماضي opened جاء في الماضي يبقى الحدث كله تم في الماضي فهنا الماضي من C اللي هي saw سؤال اللي بعد كده بيقولي هنا every morning she not wake up early and gets ready for هللي بقى لك بردو عن عندي هنا زمن مضارع بسيط مضارع بسيط اول نشوفه هحط عيني على الفعل الفعل عندي هنا شي طبعا شي دي يا شباب مفرد طبعا مفرد هحط الفعل S لانتبقى اسمه wakes up السؤال اللي بعد كده بيقولينا we not watch TV when it started to rain خلي بالك وين جاي بعدها ماضي بسيط والحدث قطع حدث في الماضي بدأ اسمه ماضي مستمر عايز هنا ماضي مستمر ماضي مستمر احط عيني على الفعل الهووي وي ده جامع يبقى هنا هستخدم مع كلمة ايها شباب كلمة where فالماضي طبعا بياخد where والفعل مضف له ing فهنا اقول where watching سؤال اللي بعد اقول هنا look خلي بالك بقى كلمة look وراه علام التحقب كده حد بيقولك انظر بص وشوف دلوقتي يعني مضارع مستمر مضارع مستمر it not so we can't go to the beach طبعا ننقبل مضطر دلوقتي طيب مضارع مستمر ابص على الفعل فهل عندنا مفرد هستخدم معها is والفعل بضف له ing سؤال بعد كده بيقول هنا next month i not able to drive a car خلي بالك بقى able to اصلا بيجي قبلها am او is او are طيب هنا next month دي مستقبل طبعا مستقبل يبا لازم am او is or هترجع للمصدر بتاعها اللي هو بي ويجاب لها كلمة will يبا الصح عندها شباب هاكتب هنا will وبعدها بي وبعدين able to فالاجاب عندي هتبقى will be able to صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بي سؤال ذلك سؤال المحدثة طبعا سؤال المحدثة سؤال مهم جدا اهم حاجة ارى محدثة كلها على مهلك والترجمها ابنها تبدأ تحدي هدير عند غادا are talking about learning style يعني هدير وغادا بيتكلموا عن نظم التعلم فهدير بتقولها hello غادا can i ask you some question for my school project يعني ممكن اسألك بعض الاسئلة عن مشروع المدرسة بتاعي يعني فطبعا غادا ترد عليها تقولها sure بالطبع وبالتأكيد what is it about يعني هو عن ايه المشروع ده فاردت عليها طبعا من الجملة الفوق اتلاها learning styles اللي هي نظم التعلم so نقاط prepare to learn وسألتها سؤال بتقولها افضل او تفضلي ان تتعلمي فطبعا هي غادا اردت عليها اتلاها to learn in different ways يعني بتقولها انا بحب اتعلم طرق مختلفة فأكيد بتقولها ازاي بقى او انت بالفضلي ايه فتقولها how do you prepare to learn غادا بعد كده اتلاها حاجة طبعا موجودها to learn in different ways اكيد هنا بتقولها يعني i طبعا موجود عندي كلمة i يا شباب بتقولها i would i would وتقول لها بعد كده like to learn بعد كده هتلاها سؤال موجود في of learning what you like to do more طبعا بتقول لها عن حاجة شباب اتلاها في الاجابة بتقول لها طبعا القراءة والكتابة اكيد بتسألها طبعا عن طرق التعلم اللي بتحب تشتغل بها فأتلاها what type ايه انواع التعليمي what type of learning بعد كده غادا اتلاها i know by reading انا افضل او انا بحب اشتغل ب القراءة والكتابة فهنا ما قد تقول لها الافضل بالنسبة لي فتقول لها learn i learn باست افضل تعلم بالنسبة لي بقراءة والكتابة بعد كده بتسألها بتقول لها what type of learning would you like to do less طبعا what type دي معناها من النوع بتسألها النوع المحدد يعني خلي بالك بكمل المحدثة هنا مش ايلالي حاجة تحتطى فهنا ممكن لها اي طريقة ممكن لها مثلا by listening هتقول لها زي اتقول لها i learn less وتقول لها في الاخر by listening بعد كده هتقول لها thank you بتشكرها طبعا على الاجابات اللي هي قلتها لها صبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا اكسرسيز على الدرس الاول والتاني بيبدأ معي بسؤال ذلك سؤال المحدثة طبعا سؤال المحدثة سؤال مهم جدا اهم حاجة تورى محدثة عن ملك وترجمها قبل نتحاني tamir and hany are talking about the exam results يعني tamir و hany بيتكلموا عن نتائج الامتحانات فتامر بيسألوا did you see the results of the exams طبعا did في اول جنة شباب معناها help يقول له هل انت عرفت نتيجة الامتحان اجب علي بيسألوا ارى عشان اعرف قال له what about you رد عليه قال له انا كمان نجحت في كل الامتحانات يبقى اوضح انها شفها و كمان نجح في الامتحانات سأقول له هنا yes طبعا يجب علي رقما والyou تتحول اي وداد هتنزلت زي به يقول له yes i did قال له انا كمان نجحت في كل الامتحانات هاني بعد كده قال له great news دي اخبار عظيمة وسألوا سؤال الاجابة of course بالطبع هم مفخورين بيان يبقى هسأل برضو هل هنا هسأل بار موجود عندي فهم سؤال موجود في الاجابة هل والديك هل والديك فخورين بيك هيقوله طبعا are your parents بقوله proud of معناها فخور بي يبقى بيقوله هل الوالدين يعني proud of you هل هم فخورين بلين انت عملتوا قال له طبعا of course هاني سأل سؤال بيسأل عن حاجة الاجابة عشان اعرف قال له i didn't decide لسه مقررت الاشياء حتى الان فهنا شباب يقوله what are خلي بالك what are you going to do هنا فعل مساعد بعد قد تستفهم بعد كده هاني بيقوله حاجة بناء على السؤال اللي هو سأله سأله قال له what about you كان انت قررت في الاجابة بقوله great عظيم i think you will be a good doctor ودعك انه مقرر انه عايز يبقى طبيب او دكتور علشان كده بنقولك مهم جدا انك تقرأ محادثة كلها قبل ما تبدأت حلم علشان تعرف النقطة اللي زادية ممكن يكون كلمة معينة موجودة عندك في الاجابة تحت هي اللي انت محتاجها هنا قال له i am going to study هو عايز يدرس ايه يا شباب عشان يبقى طبيب يبقى i am going to study to be a doctor محدد هدفه يعني ثم الرد عليه قال له حاجة great كلمة great دي طبعا عايزة هنا ممكن نقول له this sound great او that sound great او ممكن نقول له that is great اي حاجة تنفع i think you will be a good doctor انا اعتقد ان انت تبقى دكتور كويسين فقال له that is سؤال بعد كده وهو سؤال اختياري that teacher asked us to write not important notes طبعا يدرس طلب مننا اننا ندون او نكتب النقاط الهمة اللي اسمها write down سؤال بعد بقول لي some children بعض الاطفال are good at not up stories طبعا هنا عايزوا له في تأليف القصص كلمة تأليفها شباب اسمها طبعا making up سؤال بعد بقول لي my little brother always makes us not he is funny هو بيكون مضحكي بواكيد بضحكنا كتير كلمة يضحك الا كلمة لاعف هنا طبعا بيخلينا نضحكي السؤال بعد بقول لي students الطلاب feel happy when they not their exams طبعا هنا الطلاب بيكونوا مبسوطين اي يا شباب لما بيينجحوا في الامتحانات ينجح في الامتحان اسمها pass their exam سؤال بعد بقول لي when we arrived at the restaurant the waiter gave us the not to choose our dish طبعا في المطعم يا شباب الجرسون هيدي لك ايه عشان تختار الطبع اللي انت عايز تاكله بيدينا المنيو اللي هي قائمة الطعام بعد كذا بقول لي my brother status not to be a doctor طبعا بيذكر بجد بيذكر بجد واكتهاد اسمها status hard عشان يبقى الطبيب السؤال بعده many not came to my house yesterday خلي بالك بردو هنا بيقول many not came يبقى عايز هنا شباب mini visitors يعني زور كتير بيقولنا البيت يبقى هنا mini visitors السؤال اللي بعده بقول لي my mother not breakfast right now طلمة right now دي على طول بتدل على المدارع المستمر مدارع مستمر يبقى عايز m is or if i n g my mother دي مفرد يبقى عايز is is cooking الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها عندي بيقول he not a new car last week خلي بالك last week دي بتدل على الماضي البسيط طالما كلمة بتدل على الماضي بقى الفعل هي في الماضي اللي هو about عايز ولك هو اشتراع عربية جديدة لأسبوع الفات السؤال بعده they usually not basketball on fridays طبعا usually بتدل على مدارع بسيط و they هنا جامع طالما جامع شباب بقى الفعل هي في المصدر they usually play السؤال بعده ها سؤال correct السؤال اول the sun not in the is طبعا دي حقيقة المية فده مدارع بسيط the sun هايجم بتفاعل بقفله is prices تشرق من الشرقين the sun prices السؤال بعده add the moment في هذه اللحظة ده طبعا مدارع مستمر دلوقتي يعني i not english grammar طبعا عايز يقولك انا براجعة دلوقتي قواعد اللغة انجليزية يبقى هنا اقول له i am يبقى هنا في number two هنكتب am و هنحط الفعل ing فاقول له am revising السؤال بعده ولي i think Sarah next week طيب ده مستقبل وعند كلمة اي شباب وعند كلمة think مستقبل ومعايا think يبقى على طول مستقبل يبقى هنا عايز will والمصدر will والفعل هيجب في المصدر زي ما هو كده بس اكتبه له تالي يبقى will arrive بعد كده بقول لي it not great and i think learned a lot خلي بالك انا الفعل اخرو ايديك فعلا كيف الماضي فانا عايز اقولك يعني هو كان عظيم يبقى it was it was great it was great دائر شكرا